في ظرف جيوسياسي مضطرب تخيم المخاوف على العالم العربي بفعل توسع دائرة الجوع وتفاقم مؤشرات العواز والفقر الذي يتربص بسكان المنطقة من كل جانب معطيات أعادت ملف الأمن الغدائي للواجهة من جديدة وأصبح يهيمن على جميع اجتماعات وتحركات حكومة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحسب تقرير خبراء البنك الدولي فإن رقعة الفقر قد توسعت بشكل ملحوظ في المغرب مرتفعة بواحد فاصل سبعة بالمئة ما يعني أن ما يزيد عن عشرة ملايين شخص في المملكة يعانون من انعدام الأمن الغدائي وهو ما يساوي ثمان وعشرين بالمئة من السكان ولم تشفع ثروات الطبعية في ليبيا لمواجهة شبح انعدام الأمن الغدائي البلد الذي بات يواجه اليوم أسوأ أزمة غدائية وضعت سبعمائة ألف شخص في معاناة دائمة للحصول على لقمة عيش فما يقارب واحد فاصل ثلاث مليون ليبي في حاجة ماسى لمساعدات إنسانية وضعوني السلزم غلافا ماليا بمائة وستة وخمسين مليون دولار لسد احتياجات الفئة المعوزة في بلدين يحوي على أكبر احتياطا للنفط بالقارة الصمراء بثمان واربعين مليار برميلة أما اليمن فالوضع أسوأ بكثير إذ مست الفقر تسعة عشر مليون يمني يعانون من انعدام تام للأمن الغدائي وسوريا أحصت ما يقارب واحد فاصل ثلاث مليون شخص يعيشون أزمة غداء حد مخلفات الحرب لم ترحم أيضا العراق أحد أكبر خزانات النفط في العالم يعيش فيه 2.4 مليون شخص على خط متوازي مع الفقر وفي حاجة لمساعدة غدائية طارئة أما لبنان فـ 22% من الأسر تواجه انعدام الغداء أيضا في مصر أكبر بلد عربي من حيث التعداد السكاني يعيش أكثر من ربع السكان تحت خط الفقر في حين يعتمد نحو 6% من سكان الأردن على المساعدات القادمة من خارج حدود المملكة الهاشمية لضمان غدائهم اليومي وأمام هذه الأرقام والإحصائيات المخيفة سارعت بعض الدول العربية لإعداد مخطط لتنظيم القطاع الزراعي لضمان الأمن الغدائي هو النهج الذي اعتمدته الجزائر التي استطعت أن تحصد مراتب متقدمة في تصنيف مؤشر الأمن الغدائي خلال الربع الثاني من السنة الجارية لتحتل المرتبة 43 عالميا والمرتبة الخامسة عربيا